اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين وأسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين نفتح فاق التواصل معكم لاستقبال رأيكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأهلا ومرحبا بكم نرحب بفريق العمل معنا اليوم في الإعداد الأخت نور نزال وفي التنسيق ميرا الاخفلي وفي الأخراج من زمان والله عنك يا نمر محمد عبده منورنا اليوم في الستوديو ما شاء الله شكرا لك يا نمر أحد الزملاء المبدعين دائما في إذاعة نور دبي صباح التفاول والإيجابية على الجميع من علي البقيش ولا تنسونا الصلاة على النبي اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأرقام التواصل معنا بعد انقطاع يعني كم يوم دكتور ند الملة معنا في الستوديو منورة الستوديو ما شاء الله اليوم النور نورك والله يا محمود شكرا صباح الورد صباح الجمال صباح الأربعاء كلها حسن الخميس اللي يتبع ان شاء الله باشا الخميس لازم يكون الخميس عندك طال عمرك ثلاثة أيام مو بإجازة كتف ورشة المهم أذكرك برقام التواصل الصالحين سيارات ركب برقات وشي معها بالمهم اللي انت تقولونه مرة نورة دكتورة نحن دائما يعني نفتقدك في الستوديو والله أنا أفتقدة في برنامج الصدق أحس يومي هادي زيادة عن اللزوم ما عندي مكان أطلع مكنونات وقلبي يعني إلا سحظة أرقام التواصل 600551414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايب عنور دبي على الانستجرام طبعا أنا أدخل للستوديو أنا ما أدري إن كنتي موجودة تقلتيني سبوعين ما بتكوني موجودة بس بطلت الباب شفت بسم الله الرحمن الرحيم زغت الصراحة قلت يمكن شيتي تهيأني تهيأ يعني من كده ما مكاني خالي فلسطيكي شو قلت لي شو قلت لك ما أدري نسيت يا ما أقول لا لا تقول ما أدري إذا سمعتونا ما أرقال المهم دراستنا اليوم مستمعين ما نتكلم عن أسوأ وأفضل وضعية للنوم أجرى علماء من الولايات المتحدة الأمريكية دراسة علمية لتحديد أسوأ وضعية للنوم واكتشفوا أنها النوم على البطن وتفيد مجلة شو اسم المجلة هاي؟ بصل النزين النسائية الأمريكية بأن النوم على البطن له تأثير سلبي في صحة الجسم والحديث يدور ليش تضحك؟ أشربين أطلعي الصوت دكتورة أنا أسفل أشرب قاور الرأسي عبرني نزين نزين تفيد المجلة النسائية الأمريكية بأن النوم على البطن له تأثير سلبي في صحة الجسم والحديث يدور عن آلام الظهر بصورة خاصة لأن الإنسان لا يمكنه التحكم في أثناء النوم بالوضعية الصحيحة للعمود الفقاري وإضافة إلى آلام الظهر بعد النوم على البطن سيشعر الشخص بالتوتر والشد في منطقة الرخبة والمفاصل وكذلك بالتنمل والوخز ولا تسمح هذه الوضعية للنوم بتحريك الرأس والرقبة بحرية وتجعل التنفس صعبا لذلك يعتبر العلماء وضعية النوم على البطن أسوأ وضعية وتأثيرها أسوأ على النساء الحوامل لأنها قد تتسبب بمشكلات صحية للطفل حتى في الأسابيع الأولى من الحمل ينصح الأطباء لتخلص من عدة النوم على البطن بعدم النوم على خدات دواشق المرتبات دواشق المخدات منتفخة أو الوسائد المنتفخة والمرتبات الناعمة وممارسة التمارين البدنية واليوغا بالنشاط ووفقا للعلماء فأن أفضل وضعيات النوم هي على الجانبين حيث يصل عدد الذين يستخدمون هذه الوضعية 40% معظمهم من النساء وأن النوم على الجانب الأيسر يفيد في تحسين عملية هضم الطعام هذا غير السنة والمثير في أن الأمر أن علماء الولايات المتحدة أنفسهم اعترفوا مؤخرة بأن الهوس بمساعة النوم الصحي دليل على مرض نفسي هيدراسة فيها أكثر من جانب أنا بخليك تعلقين عليها دكتور هيدرا عنده شوية تعليقات ولكن خلينا أخذ أسمى الجناحي أسمى صبح جرلا بالخير وخبرنا شو عندنا في وسائل التواصل الاجتماعي صباح كمال الله بنور السور وخيري وخيري وكتور ندى وكل المستمعين لإذاعة نور الزبي وبرنامجكم الكريم نأخذ جولة من الأشياء اللي فاضح في قنوات الوصف الاجتماعي أن يوم أمس كان يفاضح يوم الصيدري العالمي يمكن أن تكون أقلات عنكم رداعة لنحاول أن نصور بطريقة مختلفة فالفيديو حطينا فيديو جدا مؤثر أتمنى فعلا من كل المستمعين يتخلوا في حسابنا ويشوفونا غير هذا اليوم لدينا اللقاء مع دكتور يونس كاظم وهو المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية وهذا هو أول ظهور لايف في انستجرام والقليسكوب يجاوب على كل أسئلة الجمهور لها علاقة سواء بالمسجفيات هيئة الصحة بالرعاية الصحية بالكل المور يقدر في معها ويرد عليهم في نفس الوقت كم أرقام التواصل؟ برعاية التواصل هو ثمانمية ثاسة أربعة ثنين أو يجبونوا نشاطوني الكومنت على نستجرام لايف بهئة الصحة بالدبي أو فيسكوب على الحساب دي اتش اي اندرسكور دبي دي اتش اي اندرسكور دبي دبي أبرز المواضيع اللي راح يلاقشها دكتور يونس راح تكون عن المواعيد في العيادات والشلول لأنه فيه حلول جديدة طالعة عشان نحل موضوع التأخير في المواعيد وهذا غيره هم من الأشياء راح نتكلمها نتكلم فيها الدكتور ايضا المشاريع صحة ذي المقبلة مثل مثل مركز دبي الأمراض الأمراض الخرطان وغيرها من الأشياء اللي راح تكون ان شاء الله للجمهور ايضا سيتم نرد على كل السفارات والملاحظات من الجمهور فاذا اي حد عنده اي ملاحظة عنده اي اقتراح حاو يوصل للدكتور يونس مباشرة شكرا لت يا اسمه وغيرها نختمها بالرسالة الصباحية باستعادة طاقة ايجابية كبيرة ثم من القلب لتريح الجسد فلا تحد هذه الطاقة بربطها بظروفك اليومية شكرا لت يا اسمه رسالة جميلة جدا شكرا جزيلا شكرا نمر عشان بس انت من زمان مو بيانة في البرنامج فانحن شوي يعني تعطينا ثلاث دقائق بس عشان الدكتورة تعلق على هذه الدراسة لانا فيها اكثر من جانب اول شي دكتورة النوم على البطن زين بالنسبة للحوامل بشكل عام احنا ما نصح بالنوم على البطن بشكل عام والحوامل بشكل خاص لا يسوي ضغط على المشيمة ممكن يأثر على وصول الدم للجنين رقم واحد المفروض ان هي حاها حي ما تنام على بطنها اصلا مثل مثل الحفاة نايم على تسوي على نام على هضبة لا الحوامل دائما احسن ينامون على الجم يعني ما تنام على ظهرها ولا على بطنها على الجم عشان تثق المال الرحم زين هذه الدراسة قالت ان فيها اثار منها الشد العضلي وهالاشياء والان في الرقبة والمفاصل احنا مراتب الناعمة محمود لحظة قبل مراتب الناعمة قالوا ان النوم على الجانب الايسر يفيد في تحسين عملية هضم الطعام احنا السنة شو تقول على الجانب الايمن عشان القلب نعم اختلاف الدراسة والسنة احنا نمشي على السنة طبعا الجانب الايمن وأظن حتى لو انت جربت نام على الجانب الايسر محمود النوم على الجانب الايسر مزعج حط ايدك ونام على الجانب الايسر تسمع دقات قلبك لما تنام على الجهاز اليمين يكون اخف للقلب بس هو الواحد يبتدي باليمين باليمين ما ده؟ ايه ممكن ممكن انه تكون يتقلب في خلال الليل يتقلب بعمل سبع المراتب انا مصر على سافة المراتب خلينا نسمع سافة المراتب الناس لما سير تشتري لما سير تشتري مرتبة على الدوشق اللي يكون على السرير يأخذون يا اي بس شي حصلونه يقول لك وايد يزيل الظهر او يأخذون شي ناعم يقول لك والله اسهل اريح في النوم تأكدوا المراتب النعمة وما يكون الدوشق ناعم ما يدعم الظهر معنا لو نمتوا قام ينزل ظهركم يستوي قوس مع المرتبة معناه ما يوفر دعام لا للظهر ولا للرقبة تنشون الصبح عندكم مع الصباح ألام في الشتف وألام في الرقبة لازم المرتبة تكون تدعم يعني متنام ما تنزل معاك ما يستوي في فجوة مع ظهرك عشان تي ننصح دايما المرتبة مهما كان نوعها لازم تلف كل ثلاثة شهور تلفها لأن المكالمة تعود أنت عليه بعد فترة إحنا ما ننتبه تلاقون وصار فيها حفرة إذا استوها الحفرة خلاص يروح الدعم للظهر والرقبة وتستوي عندكم مشاكل لا نهائية واحدة من أهم أسواب مشاكل الظهر وألم الظهر هي النوم المراتب اللي حنا ننام عليها فظهروا وما تكون يابسة وايد يلا يابسة معناه تحس كناك ننام على الحطبة يعني فيه ناس ينام يقول لك الدوشك ما يحطبة هذه مبزئ يعني تسبب لك تيبس في العضلات خلوها متوسطة ما نقولوا حشترو شي طبي لأنه أدي الطبي أحيانا يكون سعره غالي ولكن يكون متوسط لا نعم وايد ولا يابس وايد واخذ سعره فيه الدكتورة ويعمر وياي عمر معي طول العمر ثمان سنوات عشر سنوات شو المان عبدالمايس اشتري كل مرة مرتبتها يعتبر استثمار إذا انت تفكر فيك استثمار حلو ووفرت على نفسك علاج بعد أيوة صحيح صحيح بس حلوة حركة أني أنا ألف المرتبة يجب أن تتعرفها تعرف لو انت تتبه للمراتب أو الدواشق تلاقي على كل طرف محطوط شهور شهر واحد شهر ثنين شهر ثلاثة على الصوب وباجي كل ثلاثة شهور على الطرف أنك تعرف متى تلفه تعرفين شو تعليق ميرا كان شو أقول عادي تقول نفس توائر السيارة تبدل اللي وراء تحطه من جداه لا ميرا توائري تبدل التاير تبدل على طول الحين لا 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 صبري ما في توهن ما توهن الحين أنت يعني وانت بكرامة عندك طبجة من الجوتي ولا من نعال مزين انقصت من هرية انزين لا لا انقصت طبجة ثانية زينة أوكي أول كعب بتكسر تبدلين طبجة واحدة ولا تبدلين طبجتين طبجتين انزين لا توائر لا للأماية زي تبدل كامل السلامة طريق طريق يعني عموما نحن أها بدأ يضغط لي نمر نطلع فاصل مستمعينا بعد الفاصل إن شاء الله بتكون عندنا فقرة تغذوية سريعة ما نطلع على بعض هم الشغلات وإذا عندكم أي مشاركة على 6-00-55-1414 وعن طريق الرسالة النصية على 4-006 موجودين لايف على نور دبي ريديو في حسابنا في الانستغرام فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعينا كرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بتعاون مع مؤسسة بدبي لا معبر إداعاتكم المميزة دائما وبدأنا إداعة نور دبي أرقام التواصل معنا على 6-00-55-1414 ورسالة النصية على 4-006 وموجودين لايف عن نور دبي على الانستغرام طيب هنا عنا سهيل يقول سلام عليكم الله يعطيكم الصحة والعافية معاكم سهيل حاليا متواجد في أمريكا منور يا سهيل يا سلام إبراهيم أنا لو مكان الدكتورة ما بصبر عليك من إبراهيم؟ من إبراهيم؟ منور محمود شكرا حتى الدكتورة منوره بعد شكرا طيب دكتورة في شيء تريد أن تضيفينا على موضوع الدواشك والنوم على البطن؟ أهم شيء قلت عن مراتب النعمة خلاص أهم شيء أهم شيء طيب اليوم ما نتكلم عن يعني أسبوع بلا مراكز خدمة هذا هذه مبادرة كانت مطروحة من قبل المجلس التنفيذي ووجهت فيه مجموعة الدوائر والمؤسسات الحكومية بقرار من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نعب رئيس الدولة رئيس مجلس الزراحة حاكم دبي ومتابعة حتيثة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي أهد دبي بضرورة تفعيل مثل هذه المبادرة كانت العام يوم واحد السنة هذه أسبوع كامل ولكن نحن في هيئة الصحة في دبي دكتورة عندنا العديد من الخدمات التي تقدم عن طريق التليفون أو الموبايل يعني حتى ما يحتاج فيها العميل أن يحضر إلى مراكز الخدمة ويخلصها إذا هم الله خير في إدارة تقنية المعلومات برحوا العديد من الحلول في هذا المجال اليوم نوضيفنا بيكون لدينا في الستوديو وموجود حاليا الأخ وليد الظهوري رئيس قسم تطبيقات المؤسسية في الهيئة صباحك ورد وخي وليد صباحك ورد ونور وسرور إن شاء الله طيب هو رئيس قسم تطوير التطبيقات في الهيئة وليد اليوم نحن نتكلم عن حكومة ذكية وتوجه كبير إن شاء الله يا رب حتى قبل 2021 إن تكون هناك خدمات مئة في المئة إن شاء الله كلها موفرة ما أدري إذا نحن أصلا موفرين حاليا مئة باليمية ولا لا ولكن أتصور إن عنا خطة واضحة في هذا المجال فأبغي أول شيء تتكلم عن ما أدري تبقى نتكلم عن المبادرة ولا ندخل على طول في الخدمات نتكلم عن المبادرة أولا فضل أي سيدي طبعا المبادرة هي أسبوع كامل بتكون إن شاء الله في نهاية شهر أكتوبر وحملتنا في المبادرة هذه نحن غير نحن خدماتنا طبعا توفر حاليا مجموعة كبيرة من الخدمات بلا مراكز خدمة ومنها خدمات شريان يعني الشخص يقدر يقدم بشكل من على الموقع الهيئة ومن على الطريق الموبايل بشكل كامل وهالخدمات بعد السنة هذه إن شاء الله قاعدين نحسن فيها وعدنا خدمات ثانية بعد عن طريق الموبايل مثلا التبرع بالدم عندك خدمات تطلع على حالة ملفك الطبي وأشياء كثيرة يعني نحن نقدمها عن طريق الموبايل كخدمات ذكية يعني الحمد لله الهيئة قاعدة تقوم بدور كبير اليوم هذا وعدنا نحن دليل من حكومة بيت ذكية يقول لك شو الخدمات وكيف تصنف الخدمات وكيف خدمات تعتبر بلا مراكز خدمة وتقريبا الخدمات الهيئة مجموعة للعمريات اللي عندنا نحن يعني تحصل في التطبيقات والموقع الالكتروني تقريبا من ثمانية بدمية مجموعة ممتاز العمريات جميل انت ذكرت احنا كم من تطبيق على السريع أخي وليد بس تقول لهم كل خدمة وشو أو كل تطبيق أو كل بوابة شو الخدمات يحصلون عنها قلت شريان وقالت ما تبرع بالدم وقالت عن ملف الصحي للمريض طبعا شريان شريان هو من خلال الموقع الالكتروني لللاب توب والجهاز المحمول يقدر يدخل على موقع الهيئة في دخول في رابط موقع الهيئة من خلال رابط هذا يسجل اسم المستخدم ويقدر يدخل على خدمات شريان لتراخيص نعم يقدم على رخصة يقدم على أشياء كثيرة ولا كمؤسسة رعاية يقدم على حق ديكاترا اللي عنده وأشياء كثيرة يعني وعندك صحتي يبغي يطلع على المواعيد يطلع على الأدوية وأشياء كثيرة يعني يقدر يطلع على العيادات اللي حنى في دبي الحكومية والخاصة والأطباء المرخصين في دبي والتحقق من الرخصة بعد لو حابه يحجز نحنا خادماتنا نحنا أغلبيتا ووكن يسمونا صحيح أول ما تدخلين مراكز رعاية الأولية خلاص تأخذين الرقم وتدخلين تقدرين عن طريق الموبايل تسحبين تذكارة وقبل ما توصلين للمركز تعرفين كم الناس بالدور وكم يبارك لما يوصل دورك أنت وتمشين بالعملية هذه وعندك دامي دمي هو تطبيق التبرع بالدم قبل ما توصلين المركز تقدرين تشوفين تعبيل الاستبيان صح وتشوفين أول ما توصلين المركز بس تسوين مسح لل الـ QR code وخلاص صح بيناس كلها بتنتقل عندنا حقا هي فقللنا الوقت وبعد ووفرنا عليك من جهود كبير إذا أنت ما تصلحين للتبرع ولا لا بالطبط صحيح وعندك طفلي طفلي طبعا للمهات الحوامل وبعد لأزواجهم والعائلتهم ينبههم قبل الحمل شو الحرمة لازم تسوي وخلال فترة الحمل شو المراحل اللي يدمر فيها وبعد فترة الحمل وحياتي هو المرضى السكري وبالا اللي عندهم خطر أني صابور المرضى السكري فينبههم على أشياء من ناحية المحتوى هو أغلبية تطبيقاتنا كل تطبيقاتنا نحن الحمد لله المحتوى مع الدكاترتنا صحيح وتم العمل عليها مجهودة فيشكرونها الدكاترة على المجهود الكبير اللي هم بدلوه طبعا ولو مجهود الدكاترة طبعا هات تطبيقات ماك هذا بتطلع عندنا نحن صحيح وتطبيق مثل ما قلنا حياتي الشخص هذا يقدر يعرف السكري قبل الأكل وبعد الأكل هل هو عالي ولا نازل وينبه ضغط الدم وأشياء كثيرة يعني ينبه عليه التطبيق وعدنا نحن بعد جريب مفاجآت كبيرة إن شاء الله في جايتكس نحن ما نعلن عنه الحين أنا عارف إنه ما شاء الله في طفرة كبيرة بتكون في تطوير مثل هذه الخدمات وهذه التطبيقات ما نعلن عنها في وقتها إن شاء الله ولكن أخوي وليد هني أبغي ركز شوي على الخدمات أكثر اللي تهم المتعامل بشكل مباشر مع الهيئة معني بالتحديد ماي تشارت والملف الإلكتروني والشغلات هذه لأن معظم المتعاملين شوي يصير عندهم لبس شوي في هذا الموضوع ولكن للأسف في وائد مميزات هم غافلين عنها صحيح طبعا ماي تشارت طبعا هو تطبيق الهيئة الصحة حاليا نحن أتمتنا عملية تفعيل ماي تشارت قبل كان يطلب أنك تزور العيادة وتأخذ الرقم التفعيل حين رمز التفعيل تقني تاخدين من الموقع نفسه تفضيل على موقع الهيئة مثل ما قلنا دخول على خدمات الهيئة بعد الدخول إذا كان عندش مستخدم تدخلين تسجيل الدخول وإذا ما عندش مستخدم تسجيل في موقع الهيئة بعدما تسجيل أو تدخلين في موقع الهيئة في خدمة اسمها خدمة ماي تشارت تدخلين على خدمة ماي تشارت يسألك على أسئلة أساسية مثلا رقم البطاقة الصحية وتاريخ الميلاد وبعدين أولا لازم يتأكدون أن أرقام محدثة في الهيئة الصحة لأن الرقم اللي بيتطرش هو الرقم اللي موجود عندنا حفل ملف الطبي هي أرقام الهواتف تكون محدثة المسج يوصل على الرقم الهاتف المسجل طبعا مثلنا قال محمود آخر مرة رقم الدريول ولا رقم حدها لا رقم أقطوع من سنوات هال مشكلة بعد الدريول على الأقل بييراويك المسج أن الرقم أقطوع من سنوات ومحده ذكرتني أيام المدرسة شوية كنا فوضويين زين فالرقم اللي موجود عندي دارة المنسج كان رقم الدكان أنت كتحب ما أستغرب أنت ما أستغرب زوننا يعني والدكان يتدقون المدرسة مسكين كوتي كما مقصر يعني ما 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 في أرباب ما في بس هاد الكلمة اللي يعرفها عاربوا متصلين حك شوية مو يعني يشكرون أمه والله يحفظهم يعني عشان أداء المتميز يعني متصل متشكة لازم يحثوا أرقم تلفوناتهم هاي مشكلة عندنا طبعا كنت تتكرر لازم الناس تحدث أرقم تلفوناتهم أنا في أشياء كثيرة تذكير بالموعد يطلع على رقم الموبايل وأشياء كثيرة يعني لازم نتبه فيها المريض نفسه بالضبط زين بعد ما الدخول خلاص أحين أنت وصلت كود التفعيل على هذا تدخلين على ماي شارت نفسه تدخلين الرقم بعد ما دخلين الرقم تفعل عندك ماي شارت بعد ما تفعل عندك ماي شارت تقدرين تنزلين تطبيق ماي شارت أو تستخدمين الرابط ماي شارت اللي موجود على الخدمات الإلكترونية نعم الرابط يوفر طبعا عديد من الخدمات من المواعيد نتائج المختبر وبعد فيها تقرير الدكتور التفصيلي على موقع الهيئة لو تدخلين على الموقع التفصيلي يعطيك يقدر المريض نفسه طبعا التقرير هذا ممتاز وأشياء كثيرة يعني صور الأشعة الشغلات هذه كلها ممكن لا لا صور الأشعة حاليا مش موجودة التقارير بس تكون موجودة تقرير الأشعة متى إن شاء الله بيكون لأن هذه خدمة جميلة أن تكون موجودة وأنا عرف أن النظام يسمح بهذا الموضوع أو ممكن أن يعطي المريض أن إمكانية للوصول لمثل هذه المعلومات هل الخدمات موجودة حاليا أم لا تتم إضافتها هل تتم إضافتها يعني وما أخبي عليكم نحن نحن نحطينا بعض نمخط نحن نتناقش الفريق التقني كيف ممكن نقدر نوفر الخدمات هذه وبعد نوفرها بطريقة تكون سهل على المستخدم استخدام يعني هذا أكبر تحدي من نسبة نحن اليوم يعني ما نريد أن نطلق خدمة بأدين المستخدم يدور عليها فنبغي تحط خدمتنا نحن في بوابة واحدة ونسهل عليها العملية نفسها جميل جدا جميل فيه شيء تبغي تضيفه بعد في هذا الإطار أخي وليد يعني خاصة في مسألة إذا حبينا نذكر بالروابط وبالأسماء مرة أخرى كيف يقدرون يحصلونها وكيف ممكن نستفيدون من كل هذه التطبيقات وهذه الخدمات طبعا مثل ما ذكرنا تطبيقاتنا نحن موجودة على الاندرويد ستور والآيو ستور من تطبيق صحتي ماي شارت طفلي حياتي دمي وعندنا نحن خدمات شريان موجودة على موقع الهيئة ممكن الشخص يتخلع رابط الهيئة ويقدم على الخدمات ويشوف الخدمات وفي مجموعة من الخدمات موجودة غير الخدمات جميل تفضل الدكتور نطلع فاصع وبالسألة عن أسبوع بلا ما ركز خدمة نحن أستاذ وليد جدمنا لأنه مشغول بأكثر من موطوح فقلنا نحن من جدمة عن الفقرة طيب أنا آخر سؤال عندي المراكز والإدارات اللي بتنغلق في هذا الأسبوع أسبوع بلا خدمة بلا مراكز خدمة عفوا مش بلا خدمة بلا مراكز خدمة هل رح يتأثر سير العمل بشكل أو بآخر في هذا الأسبوع ولا لا والناس اللي بيون يعني حتى للمراكز هذه هل بيتم توجيههم لاستخدام مثل هذه الخدمات الذكية أو أنه بترجعونه وبتقولوا لهم ما في حد يعني موجود لا طبعا مثل ما ذكرنا أستاذ محمود خدماتنا الحشر يال الحمد لله حاليا نتقدم بلا مراكز خدمة وهي السبيل الوحيد أصلا لاستفادة من هذه الخدمات أيوة نعم وفي عدنا خدمات إضافية حتى شو بنسوي نحن الخدمة هذه عحينا نقول أسبوع من مراكز خدمة تعزز موضوع الخدمات الذكية جميل بس يعني مهم المفترون نغلق كل مراكزنا نحن يعني مجال نفتح مركز ولا مركزين ونقولهم يا جماعة خلاص إذا ما عرفت استخدموا الخدمات الإلكترونية لأننا مبعند كل الأشخاص يستخدمون الخدمات الإلكترونية طبعا توجه الحكومة بالأساسي أصلا دعم الخدمات الذكية بس يعني خلاص نغلق بتكون في مراكز معين مفتوحة ونقول الخدمة التي تريد أن تغلق نقولهم يا جماعة كبدير أين تروحون أنتم وشو تستوون وبيكوعدنا نحن دليل الشادي كامل جميل يعني إن شاء الله الأمور تكون بن سيابية وما فيها أي تعطيل على المتعاملين كلمة أخيرة تبغي تقولها وليد قبل أن نختم معاك هو الشيء الأساسي اللي أقوله ملاحظاتكم أنتم أهم شيء توصلنا نحن وبناء على ملاحظات المتعاملين نحن نطور خدماتنا نحن جميل وهذه الملاحظات هذه نأخذ بشكل دوري ونشوف شو الملاحظات شو التحديات ونطور الخدمات نحن بشكل أكبر هذه النقطة الرئيسية اللي نحن نتواجد فيها في تقديم جميع الخدمات في هيئة الصحبة دبي برنامجنا أصلا مبني لهذه المواضيع جمعة الخير ملاحظاتكم اقتراحاتكم موايد مهمة ساهمت في تطوير العديد من الخدمات وتأكدوا نحن نستقبلها بصد الرحب في هذا البرنامج ببرع يقول احترسوا مننا مر إخواني أحيي دكتورة لثقتها بسنة الرسول بالنسبة للنوم على الجنب الأيمن رغم الدراسة لإصلاة السلام اقترح بتقديم كتاب لمراجعيها يتصحى بكيفية التواصل بجميع أنواع التواصل أما أنا أموري طيبة بكل معنى الكلمة شكرا لك طيب نطلع فاصل بعد الفاصل دكتورة ما تواصل أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعدة أرقام التواصل معنا على 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على النور دبي على الإنستجرام طيب مستمعين قبل نسمر في فقرات برنامج أننا دائماً ما نفتح المجال أكيد لاستقبال اتصاراتكم على الرقام لذكرتها الدكتورة والبرنامج لكم أنتم في الأساس حتى لو كانت عندنا فقرات نحاول نعطي أكبر فرصة لكم أنتم للمشاركة سعيد صباحك الله بالخير خير والنور يا مرحبا السلام عليكم يا هلا تفضل يا سيني هلا أخو تفضل دام فضلكم أنا على مدى أربع خمس سنوات أتصل آخر مرة قبل كم من شهر عشان نفس الموضوع اللي هو طبعاً كل معاني منه حتى أنتو أظن اللي راجع مستشوى راشد يدور موقف يتم ساعة ساعتين ما يحصل يحصل عقب ساعة ساعتين نعم قلت لهم أنتم هناك ساحة واسعة وهي الحوادث نعم زين ممكن يعني الموظفيين والآملين وكوين سيارين ونعكوين بسيارات هاي اللي يتوصل نعم أو قلصات نعم وهي المواقف خلونا حق المرضى والزوار قالوا إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله على مدى أحينا صغرت يوم يقول للأخ نحنا نطور خدماتنا بناء على اقتراحات والشكاوى المراجعين المتصوين صح زين هذا ما حصل يعني على مدى أربع خمسة السنوات ما بشهر شهرين وأربع وخمسة زين زين آه واحد شي ثاني بالنسبة للغرف الخاصة اللي تمونا الملكية ما دي شاتما واحد وهي مبالغ في أسعارة الجناح الملكي قصدك نعم الجناح الملكي قصدك ما تمع هي الجناح الملكي نعم أسعارة واحد مبالغ ويا شو فرد فيها غير يعني آآ يعني الفرق بين الغرفة الملكية هاي الجناح الملكي والغرفة العادية بس يحطونه مسألة هواكا. آه الفرق فيها ما فيه شيء يعني مميز لنا غير. نعم. والمستجوية الخاصة ارخط انا بايد. نزي. يعني حبه له يعني يعيدت الدراسة بالاسعار هاي. حاضرين. في شيء ثاني بعد سعيد. هي والله يسألك بعد احيانا ننصيب مثلا العيادات الخارجية. نعم. يقولك لا لازم يسير آآ تأتي العيادة الخارجية ونعطيك تحويل للمستجوى راشد. نعم. اذا يسير مستجوى راشد يقولك لا ارجع العيادة الخارجية. مهم. زين. يعني مثل ما يقولون بهدلة. التعب. لا هذه هذه. زين. وفي العيادات عندما الاسنان مواعيدة بعيدة. يوم يسير عيادة خاصة على طويل دخلك. زين. شو الفرق يعني ماذا يليش. تسمع الإجابة. يعني الملاحبات هاي مبتوة يعني. زين. تسمع الإجابة إن شاء الله. نعم. تسمع الإجابة وتسمع ونحول ملاحظاتك نحن بعد كذلك. يعني. 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 ما علي. هنا في فيه أشياء آآ ممكن تكون آآ بالفعل آآ مقابلة للتنفيذ. في أشياء ممكن تكون فيها قوانين. في أشياء تابعة لآآ آآ. القانون القابل للتعديل. يعني طالما يعني. 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 نطلب. أن شو يعادة النظر فيه ودراسة مرة ثانية. وتعديل شوية. إذا. في فيه أشياء. بخبرك الحين بعد المادري ناخذ المكالمة مالتنا. ولا نرد على سيخة. سامحيني ميرا. بس برد على سعيد على بعض الشغلات السريعة هذي. أساساً تكون واضحة. وأيضاً. الملاحظات كلها. بغض النظر عن ردي أنا. تتحول على السيستم. آآ. باسم آآ. أخونا سعيد. هي. على طول حوليها حق الجماعة. على أساس يخذون فيها. بس أنا بقولك. من من واقع. آآ. يعني. خبرتي البسيطة في هيئة الصحة بدبي. بقولك عن الشغلات. المواقف. آآ. يعني. هنا أنا أبغي أبغي أوجه رسالة دكتورة. لأن. آآ. للأمانة. يعني. في بعض المرافق اللي حواليه المستشفى راشد. للأسف. هذه المرافق. في ناس. يعني. على حساب المرضى. يا جماعة الخير. يعني. في. في البلدان المتطورة. أنزين. البلدان اللي. آآ. اللي تعي المسؤولية الاجتماعية. دايماً يكون في وازع عند الشخص. إن. يا أخي ما بوقفني. هذا مستشفى. في حد يا. يبغي. مريض يبغي. آآ. يدخل. حد يبغي يزور. حد يبغي كذا. عندك. عندك شغلة مع. 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 المؤسسات أو الدواير الأخرى اللي حوالين المستشفى. يا أخي قضيها. حتى لو تاخد تكسي. زين. من المترو. إلين المكان هذا. أنت وفرت على نفسك وايد أشياء. إذا ما محصل. مواقف الأماكن المعنية اللي أنت تزورها. هذا واحد. أثنين. هذا ما يمنع أنه يكون هناك يعني دراسة لاستغلال هذه المواقف. ثلاثة. كانوا عندنا نحن كموظفي الهيئة بعد عندنا مشكلة في قضية المواقف. شأننا شأن الكثير من المؤسسات. حتى مؤسسات بين الإعلام. عشان كون صبيحين يعني. ولكن هناك الكثير من آليات اللي تحاول الإدارة نتجدها لراحة الجميع. منها سواء خدمة توصيل. هذه الخدمة جميلة جداً كانت. في عملية توصيل الموظفين من وإلى الإدارة العامة. نمو يوقفون سيارات في حرم مستشفى راشد. منطقة معينة. وهناك يبدأون نسمون عملية التوصيل من وإلى الإدارة. هذا بن. ومحمول على المواقف. حتى ناس اللي تدخل وفي فالي باركينج بعدها. في فالي بلغة جدار رمزي. ويا جماعة احنا كنا نلاحظ. أياما كنا نتدرب في مستشفى راشد. إلا يزورون مريض. يتمون بست ساعات في المستشفى. ما يستوي جماعة. يقعدون في الكوفي ويشربون ويسولفون. استغلوا. زرتوا المريض. خلصتوا اطلعوا من المستشفى. لأن الموقف اللي أنت ما اخذنا فيه لا. فيه شخص تاني بي لازم ياخذه. أرجع أقول هي منظومة كاملة عند المجتمع. يجب الواحد يكون عند الفكر المجتمعي. أن المسألة مو مسألة فردية. مش أنانية في المسألة. لا. هي منظومة كاملة للأفراد. لكن هذا بعد ما يمنع أننا نحن نوجه كذلك ونحاول قدر الإمكان أن نوجد حلول لهذا الموضوع. وهذه مسألة تاخذ وقت. سعيد يقول أربع سنوات وأنتم ما تاخذونها. أقول له هي المسألة ما تتبين يوم وليل. فيها ميزانيات. فيها أشياء فيه أمور كثيرة. وفقات ووايد فيها أشياء. ومش معنية فقط هيئة الصحة فيها. صح. عرفتي؟ يعني خلنا نكون صريحين. يعني مش بس هيئة صح. فيها أمور كثيرة. وكيد سعيد تدعم في مكانه. تعرف آليات العمل. يعني قدر الإمكان. هذا واحد. بالنسبة للأسعار. الأسعار دكتورة. يعني موافق عليها. وظاهر فيها قانون. وعملية تغييرها يطلع فيها بعد قانون أو مرسوم. صح. أنزين. هذا من جهة. وعلى حد علمي. ما أدري ذلك. الموضوع تغير الفترة الأخيرة. ولكن اللي أنا عرفة أن الأسعار في هيئة الصحة هي أرخص من القطاع الخاص. أنا هذا اللي عرفه. بس سعيد قال لي لا. في معظم يمكن قصده بس جناح الملكي يمكن أو ما. ما أدري. بس ما نرجع. يحتاج مقارنة. يحتاج مقارنة. وهل قدمت اقترح لإدارة المستشفى بعد ترينه؟ يقول قدم وما حد سوالة سابع. بس أنا الحين الحين أبغي أبغي أميرة بعد حولي كل المقترحات مالة الريال. حول التدول خلاص. آخر شغلة قبل أأخذ المكالمة. سامحين دكتورة ريناد انت معانا على الخطة أنا أدري تسمعين الحديث هذا. لكن نحن نتكلم عن الحديث عن تغذية المرضى معات. بس سامحين دايما نقول دكتورة أن البرنامج من وإلى الجمهور. معاي دكتورة؟ أيو معك. شكرا لك دكتورة. بس آخر نقطة عن موضوع العيادات الخارجية. هنا سعيد أنا أبغي أرد عليك في شيء معين. الآن العيادات الخارجية أو المراكز الرعاية الصحية الأولية. عملية التحويل من وإلى. ليش؟ سوينا البروستس هذا دكتورة أن الواحد يزور مركز الصحي وبعدين يروح المستشفى إذا كان يحتاج للتحويل. لأن الطبيب هو أفضل شخص يقيم الحالة ويقرر أنت عند منه لازم تتحوله ويمكن حتى ما تحتاج تحويل. أحنا نفلتر تقريبا ثمانين بالمئة من الحالات التي نعيادة تطلب تحويل. أحنا نعالجها. ما يحتاج تحويل. عشرين بالمئة يحتاج تحويل. إذا أنت قررت تسير روحك. أول شيء ممكن ما تحتاج. رقم مثلين ممكن تروح للتخصص الخاطئ. طبيب الأسرة أقدر أنه يسوي لك. عشان شيء هذا البروستس موجود. ومحمود موجود حول العالم. يعني أي مكان يسير. وأيضا أنظمة الآيزو والأنظمة الجودة كلها يعني تستدعي هذا هذه الآلية. نعم الآلية تكون موجودة. نزيل. فسامحنا. أنا بعدني بقول لك روح المركز وخلي المركز يحولك. لأن هم الأقدر على تصنيف الحالات وأيضا أفضل. خلوا المستشيات يا جماعة الخير للحالات الطارئة. خلوا المستشيات للأشياء الكبيرة. كواحدة يشوف سمونا. ولكن معظم مثل ما ذكرنا. أطباء الأسرة الدولة استثمرت فيهم. وهذه اللي نحن نسميهم خط الدفاع الأول. فيجب أن نعطيهم الفرصة. وكثير من التخصصات موجودة محمود في العيادات. أحن في قطاعة رعاية الصحية الأولية. صح. مهم التخصصات موجودة. صح. حتى ما تطار تروح للمستشفى. يعني تدخل طبيب الأسرة يعطيك موعد عن عيادة في نفس المركز الصحي. نزيل. عشان حما نطول على الدكتور ريناد. بس هيد الصحة عنده خبر عن كل نقطة ذكرها سمعت الرد. بغيت أسألك موعد الأسنان ليش يا بعد ما كملت. دكتورة نادة تحياتي محمود احتراماتي. هذا كفاح الكابي. شكرا لك يا كفاح. طيب. آآ دكتورة صبحت الله بخير. ريناد. نحن نور يا هلا. نزيل. نحن سامحين. والله أنا آسف. لكن دائما نقول البرنامج من وائل المستمعين. ما نتكلم اليوم إن شاء الله عن خدمات اللي توفرها الهيئة لمرضى الكلة. كالمينة عطينا فكرة عن هذه الخدمات. آآ طبعا هيئة صحة دبي آآ عندها كذا ما كان لمرضى الكلة. بس هم بأكثر شي موجودين عنا من مستشفى دبي. عنا وحدة كاملة آآ بمستشفى دبي قسم داخلي آآ للمرضى اللي بيدخلوا انبيشنت. وفي عنا طبعا قسم كامل حق غسيل الكلة. آآ الخدمات التي توفرها الهيئة طبعا احنا آآ متكامل آآ من دكاترة ممرضين اخصائيين تغذية آآ كل واحد مسؤول طبعا عن دوره آآ بخدمة المريض. في عنا اجهزة غسيل كلا لها كل مريض طبعا يكون متوفر آآ في مواعيد محددة آآ والحين آآ مستقبلا آآ يخططون يسوون وحدة كاملة حق غسيل الكلة يعني تكون آآ اوسع من اللي عندنا بالمستشفى ان شاء الله. آآ جميل آآ استاذة ريناد آآ لمنيع المريض الكلة شو الأكلات اللي لازم مرضك اللي يتجنبها وشو الأكلات لازم يحرص عليها. آآ طبعا هلأ مريض الكلة آآ بيعتمد على آآ أربع شغلات اساسية بنسبة للتغذية مالتا. آآ 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 نركز على آآ 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 آ� لأن خلال جلسة الغسيل المريض يسقط تقريباً من 10 إلى 15 جرام بروتين خلال كل الجلسة فلازم يعوض هذا الشيء عن طريق الأكل أستاذ رناد أنت ذكرت عن أحين البروتين فأنتو لما تقولون ليسوي الغسيل لازم يأخذ بروتين أكثر هنا السؤال دا ما نستسأل نأخذ مكملات ولازم أكل الطبيعي من المصادر الطبيعية لا نحاول نأخذ طبعاً من المصادر الطبيعية بس في بعض الأحيان اللي إحنا رح نتكلم عنها أكوب اللي هي بعض المصادر الطبيعية تحسبها على نسبة فوسفور عالية وبهالحالة نحاول شوي نحب من المصادر هذه إذا كان المريض عندها نسبة فوسفور مرتفعة ممكن نعطيه مكمل غذائي أو نعطيه بروتين يعوض هذا النقص وفي مرضى يكون عندهم حساسية مثلاً من الأسماك أو من اللحوم يكون عندهم مرات فقدان للشهية يعني في كذا مريض فترة خلاص ما يبون يأكلون أي شيء مصادر حيوانية مثلاً من البروتينات ومصادر النباتية تحتوي على البروتين بس بكميات أقل صحيح فبهالحالة لازم إحنا طبعاً بعد ما نشوف المريض ونأخذ الدايت يعني الأكل نظامه الغذائي كيف بيكون في البيت عقب لازم نشوف التحاليل مع التالي لأن التحاليل بعد تعكس جزء وايد مهم من التغذية فنشوف كم نسبة الألجومين عنده هل هي نازلة كم نسبة البروتينات فهذا كله يدل هل هذا المريض ياخذ كفاية من البروتين أو ما ياخذ جميل كلمة خيرة تبغي أن توجهينا اختير ريناد قبل أن نختم معاته لازم طبعاً مرض الكلاه مثل ما حكينا يهتمون بكمية البروتين وبعد يهتمون بنسبة البوتاسيوم والفوسفور طبعاً كل مريض يوم نشوفه نعطيه معلومات كافية عن الأطعمة التي فيها بوتاسيوم عالي أكثر شيء بالخضار والسواكه الفوسفور أكثر شيء في مجموعات الأجبان والألبان واللحوم وطبعاً الأملاح مثل ما ذكرنا البروتينات فهذه الأربع شغلات مهمة كتغذية المريض الكلاه وبعد شرب المي إذا كان المريض ما يعمل غسيل إذا كان المريض قبل في المراحل الأولى طبعاً لازم يشرب مي بكثرة وبزيادة عشان ما يأثر على الكلاه جميل شكراً لك أستاذ ريناد إبراهيم أخصائية تغذية سريرية في هيئة الصحة بدبي حديثت اليوم معنا عن تغذية مرضى الكلاه شكراً لك ونهارة سعيد شكراً جزيلاً طيب هنا تقول أم فاطمة أنا اقترحت من فترة إلغاء تحويل الأخصائي لأصحاب الهمم ومحد السجاب يعني اللي عندها إعاقة سمعية ليش يحتاج تحويل لعيادة الإذن والإعاقة حركية ليش يحتاج تحويل لعيادة العظام هاي الأصحاب إعاقات مزمنة ليش تلعوزونهم أم فاطمة أنا اللي بقولت هي عملية وجودهم في المراكز الصحية في المناطق السكنية مالتهم هذه هذه مش نحن ما قاعدين لعوزهم بالعكس قاعدين نوفر لهم الخدمات وين هم موجودين أقرب لهم هذا واحد أثنين أصحاب الهمم دكتورة لهم الأولوية وكبار السن لهم الأولوية حتى في الكيو سيستم على طول يوصل للمركز يدخل بالضبط فالتحويل إذا ما أحتاج إلى تحويل أخصائي وهذين أصلا موجودين أخصائيين الأذن أخصائي الأنف أخصائي العيون هذين موجودين في المراكز الصحية بالضبط يتأذون منه والأمور يعني ثقافة أني أنا أروح المستشفى أفضل هذه ثقافة خاطئة التقافة الرئيسية لو تسمعون الإعلال نحن نحطها مراشد ولطيفة نتكلم عن دور المراكز الرعاية الصحية الأولية في تعزيز وحماية ووقاية المجتمع صحيح هذه الثقافة اللي نتكلم عنها نحن ما نتكلم عن ثقافة المستشفيات وشو خليني حق الأمور الطارئة حد من الناس ذكرين قبل أربع خمس سنوات فيك زتام صرت الطواري زتام صار الطواري أزين لا وبعدين يعصب ليش مخليني أربع خمس ساعات أنا ما شفت الدكتور بالضبط طيب أنا بعالت شكنت اللي فيك زتام ولا هذا اللي مسوي لا قدر الله لا سمح الله يعني حادث ودي مقطوع على سمح الله وراسه مفتوك يعني جمعتا خير الله عرفوه بالعقل وهذا نظام عالمي خلونا ننتبه لهذه المسألة تعاونكم معنا في هذه الأنظمة وايد مهمة الثقافة الموجودة للوعي الصحي هذا اللي مفروض نحن نتكلم عنه والأهم من هذا كله من الخدمات كله أهم شيء نحن شون نسوي عشان نقي نفسنا من الأمراض نحن الرسائل اللي نحن الحين نتكلم على خططنا اللي عشرين عشرين وعشرين وخمسة وعشرين هذه ما راح تصير من غيركم أنتو أنتو الأساس فيها في عملية الوقاية صح ولا أنا غلطان دكتورة صحيح ونتكاتف جهود في النهاية يعني نحن نسعى أن المرض ميك صح صح مو بنعالجك نحن كانت فيه جملة لأحد وزراء الصحة شو يقول؟ يقول للأسف نحن مستوين في الوطن العربي وزراء مرض وليس لو وزراء صحة لأنه ما نقي من المرض قبل وقوعه نتغير المرض ونعالجه نحن نعالج المرض لكن وزارة الصحة مهامها أنه هي تقي الناس من الأمراض ولذلك كان هذا التغيير الجميل في مسمى وزارة الصحة ووقاية المجتمع اللي أصدر سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد رؤية واضحة للمسألة وهذه أجمعة الخير لازم معاكم أنتو نحن برنامجنا موجود عشان نوصل معاكم لنمط الحياة الصحي والسعيد فشكرا لك يا نمر محمد عبدال لأنه الصحي يأشر لي خلص الوقت شكرا لك يا ميرا لغفلي كانت معنا في التنسيق في الاعداد نور نزال شكرا لك يا دكتورة ند الملة باتر موجودة ولا؟ إن شاء تبانيكم موجودة إن شاء الله وكم موجودة ولا نحن بات كل يوم شكرا شكرا لك يا دكتورة ند الملة وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد باتر الخميس الوينيس أيوة أيوة نزين فنشوفكم إن شاء الله لحظة بس أخر أخر مسج عشان عشان ما يزعل بو برعي يا رب يقول أنا مع الدكتورة وهذا ما حصل معي بالضبط تم تحويل المستشفى راشد من قبل عياد بندي الحمر الحمد لله للمور طيب شكرا لك يا بو قرعي حتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي دعاون بالتعاون مع هيئة الصحة بد mày